قدمت المملكة جهوداً حثيثة من أجل تحقيق أعلى درجات التناغم والتجانس بين مكونات قطاع التعليم بجاهزية عالية وتضافر المنظومة بكل من الأسر والطلاب ومنسوبي التعليم معاً للوصول إلى حالة من التكامل تمثلت بالآتي تفاعل منسوب التعليم عبر المنصات بتفان خالص حيث سهلوا المعلومة التي يحتاجها الطالب بما يلائمه بل وتواصلوا معهم في كل استفسار حتى لا تعرقل مسيرتهم التعليمية أي مسألة وقدموا عبر المنصات ملايين الدروس التعليمية التي تيسر عليهم الفهم والتطبيق كما قدمت الأسر نموذجاً مشرفاً متعاوناً داعماً في تهيئة البيئة المنزلية والنفسية المناسبة للطلاب والطالبات بالإضافة لتواصلهم الدائم مع المشرفين والمرشدين للمتابعة والاستفسار أولاً بأول عن التقنيات والتحديثات الطارئة بما يخدم مستقبل أبنائهم كما لم يتوانى الأهالي حضور الدورات التدريبية والمحاضرات التي تنمي لديهم القدرة على استعمال الأجهزة الإلكترونية الحديثة كي يكونوا على الطلاع مستمر بالعملية التعليمية أكثر من سبعة ملايين طالب وطالبة بذلوا جل طاقتهم لتعلم كل جديد وبرز وعيهم في استجابتهم السريعة لآلية التعليم عن بعد وإدراكهم أنهم محور العملية التعليمية هذا التواصل الإيجابي يخدم الدورة التكاملية المطلوب وينعكس على بناء شخصية الطالب